يعني المواطن دلوقتي يقدر يستفيد بشكل مباشر من التجديد ده ازاي او العربيات المتنقلة اقسام الشرطة المتنقلة زي ما وصفتها انا دلوقتي قبلتني مشكلة حصل اي شكل من اشكال الاعتداء حدثة في الشارع عندي بلاغ هل بكلم نفس الرقم بتاع الشرطة ولا وانا موجود في الشارع بوقف دورية يعني ازاي بيكون شكل التعامل الاولي ما بين المواطن وهذه الدورية الايصر ليك متاح لو مواطن زي ما حدك شايفي لو انت ماشي في الشارع بالعربيات هتلاقي كل 15 دقائق عربيات شرطة معدية الفان اللي هي عبارة عن دورية متنقلة ومتحركة بتشوفها على مدار 24 ساعة لو عربية استوقفتها وحبت تبلغ عن مشتبه فيه او تبلغ عن حادث او حاجة شفتها او تدلي باقوالك في شيء او تعمل محضر ضد حد ده متاح لو انت بلغت عن طريق شرطة النجدة مرتبط بهذه غرفة العمليات المركزية في الامن العام ومدريات الامن واقسام الشرطة والنجدة وده هكلمك عليه كمان شوية ان غرفة العمليات دي بتوجه اقرب سيارة للتوجه لك في المكان اللي انت موجود فيه في خلال ما فيش من خمس لربع ساعة هتلاقي عربية عندك موجودة لو انت مش شايفها او لو مش هي قريبة منك كل ده مرتبط بمنظومة تقليل محافظات الجمهورية وتم اعداد طبعا تم توجيه او تم يعني سن وعمل سيارات في كل محافظة طبعا على اختلاف عدد او مساحة المحافظة وعدد قاطنيها ومساحات احيائها لكن في كل محافظة من 2017 تم تزودها بهذه السيارات سيارات الفان او سيارات اقسام الشرطة المتنقلة المصغرة وبالمناسبة هي ابتسع اكتر من او تقريبا ست مشتبه فيهم حاجز مصغر لما يتم القبض على مشتبه فيهم او جنافي وقاع العربيات دي المواطن بيستفيد منها لو حابب يحرر محضر بشكل مباشر عن طريقها او بتم توجيهها عن طريق شرطة النجدة هذه الدورية وهذه السيارة الى المواطن في مكان المتوجد فيه